يسعد اوقاتكم متابعينا اليوم راح نحضر وصفة كتير سهلة وهي السوكسي ليزي كيك مقادير سهلة وبسيطة سبق و جهزنا صوس الشوكولات ممكن نستخدمه بالوصفة هاي وتركتلكم في بداية الفيديو متل ما عم تشوفوا طريقة تحضير الصوس طريقة ثانية ممكن تستخدموا الطريقة هاي او تستخدموا صوس الشوكولات اللي منزل معنا في القناة سابقا هذا شكل الليزي كيك حمله على شكلين ممكن نعمله على شكل رول ندور ونلفه بكيس بلاستيك ونحطه بالبرات او بالفريزر ممكن اكثر من نص ساعة بيكون جاهز ونقطعه هاي المكونات عندي الكريمة والشوكولات حطيتها على جنب ما راح اشتغل فيها لبعدين عندي بسكويت سادة طبعا اي نوع بسكويت بتحبوه بيكون شرط يكون سادة طبعا بسكويت فيه مثل هذا السادة يكون بجيب نكت البانيلا حطيت مكسرات ممكن حط بندق او جوز واللي ما بدي حط مكسرات كمان كمان بيصير عندي هاي الصوس الشوكولات بعد ما صار جاهز متل ما مسجل عنا في بداية الفيديو راحطه بصندوق الوصف ايضا بخلطه مع بعضهم شايفين قطعة كبيرة بس لما نحط بالقالب واسيرك بس عليها شوي القطع تتكسر كمان تركت قطع عشان لما نقطع الليزي كيك ببين القطع البيض شكله اجمل بيطلع بالكيكة انا جبت حلقة دائرية هيلبس تخدمها دائما او ممكن جيبوا قالب وتحطوا بلاستيك بالارضية تبعتوه من دائر مدارو بلاستيك متل ما شايفين هالي هاي ممكن حط بلاستيك بالارضية ونضغط عليها منيح وندخل البرات لأكتر من ساعتين او ساعة بالفريزر تجمد منيح اذا كنا مستعجلين عليها هالي راح غطيها انا هاي وراح دخلها البرات بعد ما انتهي منها بعدها راح اجهز سوس شوكولا اذا بتحبوا تجهزوا سوس شوكولا بتجهزوا اذا ما بتكم ممكن تقدموه هيك بترشوا عليها اي نوع مكسرات ممكن فستاك ممكن جوز الهند بودرة شايفين ضغطه منيح سويت شكله ساوي هاي عندي كريمة كريمة تخفق بس معنا خفقة كريمة عادية دبل كريم اضيف عليه الشوكولا وراح حطه على النار حركه بسرعة لحتى ما يندمجوا مع بعضهم طبعا بعد الحرارة شايفين راح ضيف عليها بعدين الشوكولا واحطه بالبرات وضيف عليها شوية مكسرات للتزيين وشكل التقديم بيرجع لكم انتم كيف بتزينوه انا زينتا بالطريقة هاي وممكن تحملوا نفس الطريقة سبق وانطربت مننا بالقناة من احد المتابعين وهي لابينا دعوتكم لأي وصفة مستعدين نسويها وان شاء الله وشكرا لحس المتابعة اشتركوا في القناة